اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساعدة الوالدين دايما ابدأي نبدأوا بالحاجة السهلة وفرضا جتنا حاجة صعبة ما عليش حاجة صعبة اتركوها الاخير متأثرش عليها مثلا هنا بديت اتقن عملي معرفتهاش مشي ما نروحش ما نحلش تمرين واتوتر لا عادي جدا نتركها المهم نحل الباقي صحيح اهنا اتقن عملي هنا اتقن عملي هذا واجبي الواجبات ابنائهم والحواج اللي لازمني نعملهم انا الاشياء اللي لازمني نعملها انا هذك هي الواجبات والحواج اللي لازمني نديهم احصل عليها هذك هي الحقوق إذن هنا أتقن عملي أتقن عملي واجبي هذا لزمني أنا أتقن عملي واجب الرعاية الصحية الرعاية الصحية حقي من حقي أن يرعاني والدايا والمجتمع صحيا حق أحيي العالم الوطني هذا واجب الترفيه والتسلية هذا حقي حق مساعدة الوالدين واجب هنا ماذا لدي أصنف في الجدول فوائد الشجرة وكيفية المحافظة عليها هنا فقط أخواتي رحين تشوفوا فوائد الشجرة هنا قد نصنفه نتمنى أن الفوائد هذا يحفظها التلميذ لأنه يمكن جدا أذكر أربع فوائد للشجرة أذكر خمس فوائد للشجرة حتى يستعملوها في ماذا في الوضعية الإدماجية في اللغة العربية إذا وصلوا الميدان ومتع الإنسان والمحيد إذن لدينا هنا ببساطة الثمار السقي الظل الخشب تنظيف المكان تنظيف الجو إبعاد هنا إبعاد وليست أبعاد إبعاد الأوسخ فقط وحدة حذفتها لأنها لا علاقة هنا لدينا الثمار 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 هل هي من فوائد الشجرة أو المحافظة عليها؟ نعم هي من فوائد إذن الثمار ماذا لدينا السقي؟ أنا با أنحافظ الشجرة وتكبير ويزيد طولها لازمني أسقيها المحافظة عليها بالسقي الظل هنا من فوائد الشجرة الظل ماذا لدينا؟ الخشب أيضا من الفوائد ماذا لدينا؟ تنظيف المكان أنا اللي هنا ما قل ليش تزيين المكان قل لي تنظيف المكان يعني أنا با أنحافظ على الشجرة لازمني المحيط تحا نقيه ونظيفه من الأوسخ أكرمكم له من الأعشاب الظروة إذن هنا انتبهوا يمكن يحطيكم تزيين لو تزيين المكان نحطها في الفوائد هنا تنظيف المكان نحطها في المحافظة المهم تفهمه تنظيف المكان هنا تلطف الجو هنا من الفوائد الجو عندنا هنا إبعاد الأوساخ من المحافظة لاحظوا أبناء نوعيد سريعا فوائد الشجرة تعطينا الثمار تعطينا الظل تعطينا الخشب ماذا تعطينا؟ تلطف الجو وتزيين المكان تعطينا أيضا الخشب ذكرته هذه هي فوائد الشجرة هنا صحيح أو خطأ بسيطة جدا أبنائي رح نجاوبوا عليها بكل بسيطة أضعوا صحيح أو خطأ أمام التصرف التالية أتقنوا عملي صحيح هذه بين أبنائي أزعجوا جيراني أيضا صحيح أزعجوا جيراني عفوا خطأ هنا ماذا لدي أحترموا دوري في اللعب لازم لما يكونوا نلعبوا كل واحد يحترم دوره إذن صحيح لكن أبنائي هنا يمكن قرأوا العبارة مليح لأنه يمكن يعطيكم لا أحترموا هنا لازمكم تركزوا مع واحد قرأوا أحترموا المسنين وأطيعوهم صحيح هنا أخاصموا هذه أبنائي الكلمة أخاصموا أخاصموا كل من أخطأ معي أخاصموا هل كل من أخطأ معي أي خطأ أخاصمه لا هذا تصرف خاطئ هنا أقضي أقضي وقت الراحة كله أمام تلفاز خطأ أبنائي لماذا؟ لأنه وقت الراحة هذا أقضي منه أمام تلفاز وجزء أمارس فيه الرياضة جزء أتحدث فيه مع أصدقائي أخرج فيه لللاعب والتسلية وهكذا أطالع فيه إذن هنا أذهب إلى المدرسة الحقيقة لم أكن أريد الإجابة وقلت كل تلميذ يتبعوا شيء يقوله المعلم لكن أنا هنا عندي كلمة الإخوتي وأخواتي المعلمين والمعلمات والله ما الفائدة من وضع مثل هذا السؤال أذهب إلى المدرسة إذا كان هذا الحق والواجب حتى الكبار اللي رغم في المتوسطة رغم زالوا يخلطوا بين الحق والواجب فما بالي أنا بطفل صغير إحنا درسناه في الكتاب التعليم التعليم نبقى على هذاك المصطلح التعليم لأنه مش من الأمور البسيطة اللي رح يفهمها التلميذ أنا هنا مثلا تلميذ يقول لي أنا من حقي نروح أنهض وكل يوم نروح للمدرسة نعم من حقه ومن واجبه أيضا أنه لازم يروح كل يوم المدرسة وبالتالي أن يحتمل هنا الجوابين وبالتالي نتمنى إن شاء الله أنه مثل هذه الأجوبة أصلا ما تكونش أنا لن أجيب عليها حقيقة أنا حطيت حق وواجب لن أجيب عليه لأني يصلح كذا ويصلح كذا وهكذا إلى هنا أقول لكم أعزائي في أمان الله نلتقي مرة أخرى شكرا